النهاردة بنواصل البحث والمتابعة عن مسيرة ناجحة مظفرة بإذن الله منتخب الشباب لكرة اليد مبارح تكلمنا عنه أنه فاز في خمسة مباريات متتالية حتى صعد إلى دور الستاشر ليلاقي صربيا الصرب النهاردة منذ قليل لعب المنتخب المصري للشباب في كرة اليد مع منتخب صربية وفاز المنتخب المصري وصعد إلى دور التمانية بفارق هدف واحد ودفرحة المنتخب المصري وهو بيتوج كأول مجموعته ويصعد دور الستاشر ويكتاز عقب الدور الستاشر ويصل إلى دور التمانية وهو بيحقق الفوز 3029 على المنتخب الأوروبي القوي أو الأقوى سربيا تحية إلى فريق منتخب الشباب لكرة اليد اللي شرفنا شرفونا بجد شرفونا ورفعوا راسنا ورفعوا علامنا في أسبانيا في بطولة العالم لكرة اليد للشباب المدرب المحترم طارق محروس واللاعب اللي أجاد في هذه الدورة وفي المباراة اللي فوزنا فيها النهاردة محسن رمضان وفرحة اللاعبين بهذا الشكل اندلت على شيء فإنما تدل على أن هذا المنتخب واعد وهذا الفريق واعد وإن شاء الله وراه ومعاه بالتشجيع بالدعم بالمسندة حتى يعود بإذن الله حاملا كأس البطولة للمرة الثانية في تاريخ مصر خبر إيجابي لازم أبدأ بيه وإحنا بنقول بحثا عن الأمل الأمل موجود بحثا عن الطاقة الإيجابية الطاقة الإيجابية موجودة بحثا عن ما يشيع جو الراحة النفسية موجودة لكننا لا نجد الاختيار دائما كنا نخطئ الاختيار هيا نحن نحاول جملة فعلية أبدأ بها حلقة اليوم وهو صعود منتخب مصر لكرة اليد للشباب المقامة في أسبانيا اجتيازه دور الستاشر وصوله إلى دور التمانية بعد فوز مستحق على سربيا ليمثل الفوز السادس على التوالي الفريق راح فاس خمس مباريات متتالية على أعطى منتخبات العالم كان أخيرهم فرنسا وابليهم كوريا وخلافه والنهاردة بيفوز منذ ساعات قليلة على منتخب سربيا حاجة تفرح حاجة تشرف منتخب مصر المحترم العظيم اللي بيمثله شباب مصر اللي عندهم 20 سنة إن شاء الله يعودوا بالكأس لعبة جماعية شعبية لعبة جماعية واعدة لعبة جماعية قادمة لعبة كرة اليد إن شاء الله نرجع تاني السلة ونرجع تاني ليه كرة القدم الرياضة بتعكس حيوية الأمة اشتركوا في القناة